اشتركوا في القناة 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 لا شدو الصغير في ديكم بحال هكا في هالطريقة هكا 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 نقوله هادو الصغير هكا هكا وكتقلبو به هات جي هكا وكتقال تخدمو بليد ليمنية وكتقال تحط له هادو فمو هكا وما تحطو هالو شفاص هكا لأنه غدي تحلو له فمو كتر من اللازم يقدر يعني إما يتجراح إما بزاف أو لا يتعقر ولا بزاف دي الحوجه وكيكون عاد صغير ولكن غدي بالكم مني غدي بقى هو يردع وكيبقي الحس في ذاك الشي اللي كبيتوه له محدو هو كي الحس وانتو مكا تعطيوه محدو كي الحس وانتو مكا تعطيوه شحال من مرة غدي تديروها ماشي غدي تشوفوا لالكيمياء ديال الحليب الصافي غد قو تعطيوه تقولوا انا عمروا الوعد المحقانة كامل وغدي نكبوه له لا رأى أنا بجريبة فات وقع دي هال المشكيل ما خسش الكرش دياله تعمر بزاف ويولي من فوق بزاف ترميله لان لاحظوا مني الى كتو جربتو الى كانت عندكم شي خلفة ولاحظتو شحال من مرة كتردع الام كتردعت قريبا جوج مرات ثلث لاتة كي اللي كتردع ثلاثة هذي كرة ام مثالية يعني ام حانون اما الاغلبية كتردع جوج مرات مين تشوفوا ردعت جوج مرات كتقلبوا لها الاستغاذية لها الكريشة ديالهم كتلقاهم من فوقين بواحد المقدار يعني راها نقولوا ردعت هاد المقدار يعني سانتيم لا غير هاد سانتيم وراه بزاف عاد يعني بالنسبة للصغيع تقدروا تديروا الجوج مرات جوج واجبات حسال ثلاثة كل صغير الكل صغير هزوا وتقاوت تردعو 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 كل كيام اللولى الخطر كي بدا يحيب هاد شي كامل إلا كانت شيء أنثى يعني ولدت وبغيتوا تخلطوا ما بين ما بين هادوك الصغار اللي كانوا عندكم وبغيتوا تردعوها الأنثى واحدة أخرى تمخسكم تديروا ما شيء غايت جوجود وتخلطوا هي غادي تنفرهم وغايت تسعق بهم غادي تشدو لtalkها وتنشفوا بها شي فوتو pierرة وتشدو ذاك الفوتو وتحطوها عند هادوك الصغار باش الريحة الديال الأم اللولى ما زوقاش يكون الريحة ديال أم التانية وما تكرهوش ما شي تخلطوا كل شئ في الخطرة يعني مثلا هي كانت هاد الأونتى تكون عندها استثمانية إحنا نقوله ما بين ستة إلى ثمانية ونتم معه ثانيين بغيرين تحطوا ثمانية أخرى إحنا ما ستتولي، ستولي ستاشة وهي الحالة مادية لغا تكون عندها إلغة ثلاثة ستكون عندها ثمانية أو العشرة ثم ما ستتولي وعث أنك تضيعوا صغار الأولين، الثانيين اللي تزاد حاولوا في الخطرة نقصوا واحد جوج من الأولاد الأصليين والصغار الأصليين عفوا ودخلوا واحد أخرين، وديروا التوازن يعني مثلاً ثلاثة الوجبات في النهار اللي يرضع مثلاً في الصباح صافي ما يرضعش في الوجبات ديال الظاهرة واللي يرضع في الوجبات ديال الظاهرة صافي عاوتني العشاء مهم يكون عندو جوج وجبات تقريباً مهم هذه الطريقة إلا ما كانش عندكم شيء أونتة واحد أخرى اللي غادي تشدوه من أونتة الأونتة وتعطيه باش تردع، ماشي صافي ما عندكمش هالقضية دي هذا هو الحل دانوا من السوس ونستيطروا ديال الحليب عادي ماشي ماشي سليم ماشي شي حاجة غالية أنا دي مكان نهضر مع الناس الموساكين البسطة اللي عندهم اللي باقين عاد بادين قدرت لقدر الله هاد الحالة توقع، والصغار ديالها غادي 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 تدعوا فيهم وانتو من أبعاد بادين غادي تتلفوا ما كينا لا تلفن شاء الله لأول وغادي تديروا هاد الطريقة هادي لمدة ثلاثية من ها الرابع غادي تحسوا بهم بذلك يكبر لهم ذلك الزغب ديالهم ثم مرحلة ديال الخطر بداتك تتفوسوا كملوا لهم سيمانها في هات طريقة بالضبط، من بعد غي تحسوا بهم في اليوم الثامن بالضبط، الثامن التاسع تحسوا بهم بدوك شوية بغين يخرجوا لي كي يتركلوا بدوك ترميوا لهم التفاف التفاف رانيين بتارها في سابق هادرت عليها هاديك غانية بالحليب كي بدت تحسوا بهم بغيني بغيني غي يقروا وشو شي حاجة صافي، أعطيهم التفاف، التفاف هو غاني بالحليب كي ما كتعطيه للأم تقدروا تعطيه تل تل صغر هادك التفاف أعطيه لهم صافي، يبدو يتحركوا صافي ذلك الساعة إلا فاتو نقوله عشر أيام الأولى صافي ران مرحلة الخطر مشات صافي ذلك الساعة راني يقدري يخرج يتحرك، تقوا تعطيه شو يدي الخبز مدقوب ولا هادي ولا هادي المهم المرحلة الأولى هي تلتة أيام الأولى وبالضبط سيمانة الأولى كتكون خطار لهم يعني إلا مشو تماما ما رضعوش مزيان وما ما شبعوش ديما كتلقاش شي واحد ميت في الصباح ولا لا قدر الله أنتوما أعطيه وقت سيمانة ديال هادي حيث كاين الناس اللي طرانهم هادي المشكين إذا إلا أعجبكم الفيديو شاركوا معنا سندونا بإعجاباتكم وتكيوا على زر الجرس كي يصل لكم الجديد ترجمة نانسي قنقر